المتحف الأردني الجديد يعرض ما يزيد على ألفي قطعة متحفية منها صفخات من مخطوطات البحر الميت التي تتضمن نصوصا من العهد القديم وتأمل مديرة المتحف أن يصبح مصدر جذب جديد للسواح الذين يزورون الأردن مركز للدراسات ومركز للترميم ومركز لحفظ القطع الأثرية كنحية متحفية هي نقطة انطلاق السائح لتعريفه بالبلد وعبرت الشريفة نوفا عن أملها في قرب استقرار الأوضاع في المنطقة وخصوصا في سوريا ليعود السائحون إلى التدفق على بلاد الشام أتوقع أنه عليه إقبال شديد زي ما هو أعداد الزوار اللي بتيجي على البلد اشترك في تطوير المتحف الجديد وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة السياحة والآثار وأمانة عمان بمساهمة وكالة التعاون الدولية اليابانية ويضم المتحف طبقتين ومستودع متخصص بحفظ القطع الآثارية الطابق الأول بمتد من العصول الحجرية إلى الفترة البيزنطية الطابق الثاني بشمل قاعة الأردن الحديث وقاعة الفيكلور الأردني بالإضافة للفترات الإسلامية بالأردن متحف الأردن الجديد يضم بين جنباته قسما يستطيع فيه الزائر وضع الزي الأردني التقليدي وترجمة اسمه إلى اللغات الآرامية والنبطية والإغريقية القديمة